هنروح ليه الاسكواش ولعبنا مصطفى عسل اللي في معركة مصطفى عسل حرفياً في معركة هذا اللعب تعرض للإيقاف في بداية الموسم خليته أتأخر في الرانك الدولي على البي اس اي او دوري رابطة المحترفين في الاسكواش تأخر رجع بعد ما كان على قمة التصنيف فالنهاردة هو ما فيش بطولة بره ما بلعبهاش عشان يقدر يعود تاني يعني ويرجع للرانك بتاعه الطبيعي فهو في معركة في معركة جديدة بيصطدم مع لعيبة اللعيبة مش بتشارك زيه في كل البطولات فهو طلق من البطولة للتانية اللي بيفصلها أيام بين كل البطولة والتانية بيلعب هنا غير اللي بيلعبه هنا طب هم بيعملوا اللعيبة التانية ما تعملش كده ليه لأن اللعيبة التانية من أول الموسم بتشارك ولكن مصطفى عسل تعرض لإيقاف وهو تعلم الدرس جيداً وعرف إزاي وبدأ يتجنب يعني المتربسين به طب هو بيلعب ايه بطولة دلوقتي جي بي مورجن للسكواش اللي بتتلاعب طبعاً فيه الولايات المتحدة الأمريكية طيب البطولة دي هو وصل قبل النهائي دي صورة طبعاً الطيجر أو لعبنا لعب نادي الأهل مصطفى عسل مروان أخوه بحدوتة مروان أخوها يعدي مصطفى كمان مصطفى عسل لعب منتخبنا الوطني ونجمي نادي الأهل للسكواش حلعب النهاردة الفجر مع نيوزلاندي بول كور ماتش قوي جداً من قبل نهائي جي بي مورجن بتلاقي في أمريكا في فترة من 17 إلى 25 يناير اللي احنا فيه ومجموعة جوائزها 190 ألف دولار طبعاً دي طبعاً صورة قديمة للبطولة السابقة لمصطفى عسل اللي فاز فيها بمركز الأول هو ونور الشربين مصطفى كان بدأ مشهار في دور 32 بالفوز على الإنجليزي باتريك روني بنتيجة 3 صفر في الماتش الاستمر 48 دقيقة فقط وبعدين فاز على زميله محمد أبلغار بنفس النتيجة في دور 16 في مباراة استمرت 42 دقيقة فقط وبعدين قدر من يفوز في دور الثمانية على الإنجليزي محمد الشربجي طبعاً لعب مصر السابق وطبعاً الإنجليزي ولكن كانت مباراة قوية جداً وانتهت بالفوز 3-2 ماتش قبل النهائي كان ماراثوني واستمر لمدة لمدة 118 دقيقة مش قبل النهائي بقى دور الثمانية لمدة 118 دقيقة وقدر مصطفى أنه يتقدم فيه بنتيجة 2 صفر قبل ما الشربجي يرجع فيه النتيجة ويتعادل 2-2 يعني مصطفى تراجع الشوتين وراء بعد بعد ما كان فاس شوتين ويروح للشوت الفاصل بيبقى الشوت الفاصل من التذكر من 11 برضو الشوت الفاصل وقدر يفوز به 3-0 مصطفى كان من أيام فاس ببطولة فلوريدا اللي شفنا طبعاً صورتها أو الصور بتاعته فيها مع نور الشربيني وتفوق على زميله في المنتخب ونيج موادي دجلة مازي الهشام طبعاً زي ما قلت لحضركم ما فيش بطولة طالعة من هنا هنا عشان يجمع نقاط يقدر يرجع بيها للتصليل طب ده إجهاد عليه أو إجهاد لأن اللعبة كلها ما بتعملش لوها بيعمله اللعبة بتريع بتاخد فاصل ترح فيه ترجع البلد ترح شوية ترجعتين فهو في أمريكا لايب بطولتين فلوريدا وجي بي مورجا ترجمة نانسي قنقر